ونحيكم من جديد المسلسل المصري الاختيار ثلاثة يعود إلى الواجهة مجددا مع تسريبات جديدة لرئيس المصري السابق محمد مرسي التسجيل المسرب فتح الباب للحديث حول ما وصف بتلون البعض سياسيا شخصيات بارزة اتهمت بتوددها للإخوان إبان حكم الحركة لمصر من باب الانتهازية السياسية والمصالح الاقتصادية كما وصفوا لكن خروج الإخوان من السلطة في مصر وإسقاط حكم مرسي أدى لظهور شعار أنا مش إخوان أطلقه المتعاملون مع الحركة في محاولتين للتبرؤ منها بعد سقوطها توارت العبارة وحاول من التحق بركب الإخوان أو تعاون معهم في السابق الاختفاء عن الأنظار إلى أن أعادتهم التسريبات الجديدة إلى الواجهة جاءت التسريبات لتعيد النقاش بشأن القضية التي ازدادت كثافتها بعد حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي عن الحاجة إلى حوار سياسي شامل ولتبدأ حينها تساؤلات فمن مدى أهمية هذه التسريبات وما تأثيراتها الآن ومستقبلا على الداخل المصري فأيمان لوتا بيتعاهل علي أن أنا أقول لك أن يعفو عنه بتاعه مشارفش الحكم بتاعه يجمحهم في بيته ثلاثة أربعة خمس مرات يجيب خمسين ستين سبعين وعين ويقعد راتبعهم اليوم خمسة عشر حاجة مش ممكن بناء آدم عقيل الشكل ولا يحق المطلسة اللي حصل ليه يوم خمسة عشرين ولا يحق المطلسة اللي حصل ليه يوم خمسة عشرين ولا يحق في العالم كل هولو أحسن من يوم خمسة عشرين للاولها يجاهدين نفسهم لما شويت آله يعملوا حاجة وينا شويت وعمر عفيفي اتصل من بي من أمريكا وقال مش عرف خطة الحجوم على الميدان ماذا الكلام؟ فهو باستعضر والتاني والتالي أربعة خمس ست سبع هم معرفين أنا مش فاهم إبراهيم المعلم بيعملي أنا إبراهيم المعلم دم حيار من الشرع يعد يتوصل بي وقال لي أنتو بابا وأنتو ماما وأنتو أنوار وقدي وبعدين تلصت لك النهاردة الكاريكاتير في غاية السوق مهيب ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ونناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهرة أحمد بان الخبير في شؤون الجماعة المتطرفة أهلا بك ومعنا هنا في الستوديو عادلة السنهورية الصحفية أهلا بك أستاذ عادل أهلا بكم ضيوفي واسمحوا لي أن أبدأ هنا في الستوديو معك أستاذ عادل للبدء بهذه التسريبات في الواقع الاختيار واحد والاختيار الثنين كان نشر بعض التسريبات ولكن لأول مرة هذا الكم من التسريبات حتى أن كل حلقة تختم بتسريب يحدث جدل فيما بعد ما الهدف من ذلك؟ يعني أعتقد أنه الاختيار ثلاثة حاز على نصيب الأكبر من المشاهدين هذا العام ربما لأنه جديد لأول مرة هذه المرة في هذا جوز السن ربما الجديد في الدراما البصرية والعربية بشكل عام هو هذا الدمج ما بين خيال الصانع العمل والوصائق الحقيقية لأحداث حقيقية حدثت في الواقع بالفعل وبالتالي هنا يكمن أهمية هذا المسلسل تحديدا أن البعض يصنفوا على أنه نوع من الدراما الوصائقية بسبب ما تم تسريبه كل حلقة وما انتظره المشاهدون بما يعطيه مصداقية أكبر إضافة إلى الأحداث التي كل المشاهدين عصروها لكن قوة هذا المسلسل تكمن في هذه التسريبات وهو ما يبرر هذا العنف وهذا الهجوم الشرس من جماعة الإخوان ضد المسلسل وضد الصانعين وأعتقد أن هذه التسريبات كاشفة لأشياء كثيرة جدا سواء لتعرية وإدانة جماعة الإخوان نفسها أو الذين تعاملوا معها وما زالوا تهزيل الشخصيات حية ترزق ولتعرف أن جماعة الإخوان لا عهد لها ولا دين لها في تعاملها مع الآخرين إنما هي تتعامل مع الآخرين لتحقيق مصلحها وربما شاهدنا التسريب الأشهر حتى الآن وفي الحلقة 16 التي كانت تعلق بشخصية تعتمد من أحد الشخصيات الأعلامية الشهيرة جدا في وسط المعصر أستاذ بان هذه التسريبات جد مهمة كما يقول ضيفي الأستاذ سانهوري ولكن كذلك هذه التسريبات أتت بالأسماء أسماء ليس فقط لشخصيات تتبع للإخوان المسلمين في داخل المصر ولكن أسماء يقول البعض بأنها تلونت مع الإخوان مجدت للإخوان بعد الإخوان قلبت تلونت ومجدت لما بعد ما مدى أهمية كذلك استذكار مثل هكذا أسماء وما الهدف من هذا تحية لك أستاذ رييم والأستاذ عدل السانهوري لا شك أن أنا أمام عمل درامي مهم تم المزج فيه بين الأحداث التاريخية التي عاشها المصريون في السنوات القليلة الماضية لكن من المهم التأكيد على أن هذه التسجيلات كشفت أولا مدى انتهازية الإخوان المسلمين تهافت هذا اللعب السياسي الذي لا يعرف فكرة التحالف وحتى مع حلفائه كما أبرزت التسريبات لا يبرم تحالفات أمينة بل يتناول أقرب حلفاءه بالنقد والزم ويحاول أن يسخرهم بشكل كامل لخدمة مصالح التنظيم دون أي اعتبار لما يسمى بالشراكة السياسية التي تعتمد على تقاسم المصالح هذا الفصيل أو هذا التنظيم من خلال هذه التسريبات بدأ أولا ضعف التكوين السياسي لهذه القيادات انفصلهم عن الواقع السياسي احتقرهم لكل القوى السياسية حتى وإن تحالفوا مع بعضها بالحديث عن الانتهازية السياسية والرغبة في المصالح الاقتصادية دائما في كل عهد سنايد رجال أعمال يغلبون المصالح الآنية الضيقة على المصالح الوطنية ولا تحركهم المبادئ أو الأخلاق يعني لو تحدثنا عن مثال الذي برز فيه التسجيلات عن أحد أهم النشرين المصريين الحديث عن أنه اقترب من جماعة الإخوان ثم يبرز التسجيل استهجان محمد مرسي لسلوك الجريدة أو بروز كاريكاتيريا ينتخد الجماعة هم يريدون أن تظهر مؤسسة الشروق وكل ما انتحالفوا معهم بشكل كامل كما لو كانت واجهات إخوانية كاملة وهذا يبرز تصور هؤلاء لمفهوم الشراكة السياسية أو التعاون بما يؤكد على أنه لا توجد ثمت فرصة للتحالف أو التعاون مع هذا التنظيم في شكله السياسي أو في أي شكل آخر كما أبرزت هذه التسجيلات لكن في تقديري أهم ما أبرزته هذه التسجيلات هو كشف هذه القيادات أمام جمهور الجماعة المغيب الذي أدرك مدى ضعف هذه القيادات ضعف تأهلهم وتكونهم السياسي كيف أنهم لم يكونوا قادرين على إبرام تحالفات صحيحة لم يكونوا قادرين على إدارة المشهد السياسي المصري كما يجب التنويه إلى يقظة مؤسسات الدولة المصرية التي تصور الكثيرون أنها غابت تماما عن المشهد في هذه الحقبة لكن هذه التسجيلات تكشف عن أن هذه المؤسسات كانت في قمة اليقظة والوعي واستطاعت أن تتابع تحركات هذا التنظيم عن كثب وتكشف مخططاته وترسم خارطة الحياة السياسية المصرية على حقيقتها نعم أستاذ عادل يقول الأستاذ بان بأن هذا المساس حلو هذه التسجيلات كشفت بعض الشخصيات وكشفت مخططات هذه المجموعات تعلم حضرتك بأنه بعد الثورات كل بلد اختار كيف يتعامل مع هذه الشخصيات لا أتحدث فقط عن شخصيات سياسية حتى عن مثقفين عن صحفين البعض اختار منهج المصالحة والبعض الآخر اختار منهج المحاسبة مع الكشف مع عرض وتعرية هذه الأسماء وما ورائها كيف يمكن ذلك أن يخدم مصر أنا أعتقد مهم جدا لأنه دائما في تاريخ الثورات هناك من يقوم بالثورة وهناك من يضحي من أجلها وهناك من يحسد الثمر يعني المقولة الشهيرة فبالتالي أنا أعتقد هناك من حصد سمر هذه الثورة هو لا يستحقها هو تعامل مع كل الأنظمة لأنه في كل فترات الثورات هناك من تعامل مع الأنظمة السابقة هناك من تعامل مع الأنظمة الموقعة هناك تعامل حتى مع الأنظمة الثورية لديه القدرة على القفز من السفينة وبسرعة شديدة ولديه القدرة على التلون بسرعة شديدة لصالح مصالحه هو الخاصة وأعتقد أنه إحنا ما زلنا المرحلة ساخنة المرحلة اللي يعني لم تضع أو ذرها زي بقوله لم تهدأ الكل اللي شاهد على ما حدث سواء في قطاع رجال أعمال سواء في قطاع الإعلام أو قطاع السياسيين ما زالت هناك أنا أعتقد ما زالت مصر أرضا متحركة في مخصصهم أقيني أن ما زالت هناك يعني أشياء كثيرة جدا لما تم الكشف عنها هناك الآن منهم على الساحة ويعتبرون النجوم أيضا كتلهم أدوار في السابق لأنه من وجهة نظري صورة الاتصالات والتكتونوجيا لم تدع مجالا للسرية لم يعد هناك مجالا للسرية وكل كمان أختلف مع البعض اللي شايف أنه أنه الوقت مبكر للحكم لا الوقت لم يععد مبكر لأنه أعتقد صورة الاتصالات والأجهزة الحديثة التي ظهرت في التسجيل والتطبيق نحن شاهدنا حروب على الهواء مباشرة في ضرب العراق أصبحت المسألة الآن تبقى فيش فواصل زمانية عشان أنتظر خمسين سنة عشان تخرج الوصائق أعتقد أننا أمام مرحلة تاريخية يوثق لها مسلسل حتى لو كان يعبر عن وجهة نظر منتجي فمن حقها أن هؤلاء المنتجين وهذه هي الدولة المصرية المجنع عليها في هذه الفطرة التي كانت شاهد وكانت شريك ولديها ما تقوله الآن بالوصائق أو بالعمل الضرابي لتوصيل رسالة سياسية معينة فبالتالي أنا أعتقد نحن محتاجين ما زلنا نحتاج لمزيد من الكشف من وجهة نظر أنا هناك أسماء أخرى هناك مجموعات أخرى أسماء كثيرة أسماء ومجموعات كثيرة جدا يعني أقولك المرحلة ما زالت أمام عيوننا احنا شفنا في جمعية إبدأ اللي كان رئيس باجس إدارتها حسن مالك واحدة قيادات الإخوانية الكبيرة جدا يعني كيف يعني كيف قال سيد عمرو موسى يعني إزاي إنهم الرجال الأعمال يعني هرولوا إلى اندمام إلى هذه الجماعية ربما أتفهم الخوف أو مصالح الجال العمل هنا وخوف رأس المال بشكل طبيعي وربما الإسم الذي تم ذكره في حلقة 16 لشيخ النشرين ربما برضو خوف خوف رأس المال على المصالح ورأس المال دائما في كل مرحلة لأنه في النهاية هناك مصالح مرتبطة مع الدولة أيا كان من يمثلها في المرحلة السياسية للمختلفة لذلك أنا موجود نظري ما زالت هناك تسريبات كثيرة لست في هذه المسلسل أعتقد لم يأتي وقتها الآن لأنه النفض والغربلة والكشف ده ضروري جدا ولكن تعتقد بأنها يجب أن تأتيها تدريجيا أن تأتي تدريجيا وفي الوقت الذي يحقق يعني مصالح الدولة وأيضا يعرف للرأي العام لأن هذا النوع من المسلسلات زيها الاختيار هو يعني نوع من العمل أعمال الدرامية لتصب في الوعي المباشر صحيح حضرتك تحدثت عن أهمية الوقت أستاذ بان في هذا الوقت الرئيس المصري أسيسي يدعو إلى حوار سياسي شامل مع الكشف عن كل هذه الأسماء هل تعتقد بأنه سيكون المجال متاح لاستيعابها أو لاستبعادها يعني لا شك أن الدعوة الآن إلى حوار وطني تأتي في موعدها تماما بعد أن استكملت الدولة المصرية سبات مؤسساتها ونجحت في العديد من الساحات وبدأ الأفق مفتوح بالفعل أمام حوار سياسي مهم للطلاع بشؤون وشجون الدولة المصرية في هذا الظرف الحساس أتصور أننا يجب أن نفرق بين من تورط في التحالف الضار مع جماعة الإخوان وساعدها على تنفيذ مشروعها التدميري في العدوان على هوية مصر ومن تقاطعت مصالحه مع مصالح الجماعة باعتبرها كانت تحكم بشكل شرعي في هذا التوقيت وهنا يجب أن نفرق بين أفعال أدت إلى إيزاء الدولة المصرية وإيزاء الشعب المصري ومجرمة قانونا وبين شكل من أشكال التقية التي لجأت لها بعض الشخصيات أو بعض المجموعات حفاظا على مصالحها يبقى الحكم هنا للشارع المصري والشعب المصري في الحكم على هؤلاء وعلى إسهامهم هل كان يصب في صالح الدولة المصرية أم يصب في اتجاه المصالح الشخصية والانتهازية التي وسمت سلوك البعض لكن يجب أن نفتح كل النوافذ للجميع من أجل حوار تحتاج الدولة المصرية للتقدم باتجاه المستقبل أستاذ عادل بقت لأقل من دقيقة تحدثنا عن الداخل المصري ولكن ماذا عن خارج مصر ماذا عن التوجه لتحجيم جماعة الأخوان المسلمين كمنظمة عالمية هذه التسريبات فيما يمكن أن تفيد باختصار أعتقد تفيد كثيرا جدا لصالح سمعة الدولة المصرية لصالح الحسم الصراع بين الدولة المصرية والشعب المصري وهذه الجماعة التي أعتقد قدمت نفسها وما زالت تقدم كم ظلمية أعتقد الرأي العام العالمي لو تابع هذا المسلسل ستتضح لديها وتتكشف لديها الكثير من الحقائق أقل من جملة بالنسبة للحوار الوطني أعتقد أن أتفق مع صديق عمد بان حان الوقت بالفعل لحوار وطني كما تفهمه وكما تفهمه الشعب المصري حوار وطني يتسع للجميع الوطن يتسع للجميع وأعتقد أن هذا الحوار سيتتبع أشياء كثيرة لنوحان الوقت للدولة المصرية أن تحتضن كافة الطرارات السياسية ويكون هناك منافس كثيرة جدا للحرية والتمود التعبير شكرا جزيلا لك عدلة سنهوري يا صحفي كنت معنا هنا في الوسود ومن القاهرة شكر كذلك لحضرتك أحمد بان الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة انتهت بانوراما السلام عليكم اشتركوا في القناة